مساء الخير مساء الفل أهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من حديث القاهرة النهاردة الحلقة الثانية 7 ديسمبر 2020 في حديث القاهرة وعلى رأس ما يدور زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خوار في المؤتمر وكأنها مناظرة عن حقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أن لا أحد يستطيع أن يفرد على الشعب المصري الصمت وعدم الكلام حديث كثيرة وحكايات كثيرة ستكون في حديث القاهرة الليلة ولكن مساء الخير يا كريمة يا مساء الورد يا خيري ومساء الخير لكل مشاهدين اللي بيتابعونا في حديث القاهرة الذي لا ينتهي ولا ينقطع طبعا من الكلام وذكر حبيبنا المصطفى عليها أفضل الصلاة والسلام والاعتذار اللي تم لأول مرة من الرئيس الفرنسي في مؤتمر علني عن هذه الرسوم وعلى أنه جرح بها مشاعر المسلمين لموضوعات داخلية وأهمها المخترعين والمبتكرين المصريين تخيلوا قد إيه جميل أن احنا نعرف وسط كل أدمات كورونا أن يطلع علينا شاب مصري من محافظة من محافظات مصر علشان يقول أنا عملت روبوت يقدر يحمي خط دفاعنا الأول ونقدر من خلاله أن احنا نكشف على كل المرضى بكورونا من أول الأشياء لأخيرها من غير ما يكون فيه أي مخاطرة بالعنصر البشري أو الأدمي طبعا ده شيء عظيم جدا وفي حديث القاهرة أيضا كريمة عود ترافق مجموعة من المبدعين الشبان والشابات شيء مبهر جدا كريمة بارزتهم بالرسم رسمت لوحة قلنا واتفقنا إن اتبعت حتتبعي خير حنتبرع لمستشفى أبو الريش ودايما هيكون عندنا مبادرات ده جزء من حديث القاهرة مبادرات إيجابية لدعم المجتمع كمجتمع مدني لدعم مؤسسات الدولة المصرية طبعا يعني أكيد احنا هنعمل مزاد وأرجوكم ما تحرجونيش مع خير إلا أن زي ما قلنا أنا قلتلك في الآخر هتصفى علي وحشتنيها قدقني اتحجزت اللوحة بالفعل بس احنا اتفقنا إن احنا هنعرضها في مزاد لأن وفي الخير حنتنافس لكن ما تنسوش طبعا أهم من الحكايات دي كلها إن حكايات العمر كله ده كتاب خاص جدا لفنان دخل قلوب الناس وهو الفنان الكبير جدا سمير صبري مين اللي حكى معاه حكايات العمر كله وتناقش معاه كان خير رمضان على شاطئ النيل طبعا حد يروح باب الوزير وحد يروح شاطئ النيل مع نجم من نجوم مصر العظام لكن حكاياتهم ايه وقصصهم ايه اتعرفوهم بكرة مش النهاردة دلوقتي حديث القاهرة لا ينتهي ولا ينقطع ومازالت الأخبار مستمرة واللي بتأتينا دايما وبنعرض عليكم رئيس الوزراء يستقل لمركبة نيليا من القاهرة إلى القليوبية ويتفقد مشروعات المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية اتحاد الكرة يعدل لائحة مباراة السوبر البطل يواجه وصيف الدوري بدلا من وصيف الكأس الأهلي يتصدر تصنيف أندية إفريقيا ويحتل المركز 38 عالميا بفارق 115 مركز عن الزمالك عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك يتراجع عن استقالته أهلا وسهلا بكم مرة تانية في حديث القاهرة الذي لا ينتهي في حديث القاهرة اليوم استقبال مهيب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة رسمية اعتذار ولأول مرة اعتذار مباشر وصريح عن صدمة الإساءة بالرسوم المسيئة إلى النبي عليها أفضل الصلاة والسلام أيضا كان الحوار حول منظمات حقوق الإنسان نتعرفين أن في الفترة الأخيرة في كلام كتير بعض الدول تتحدث عن مصر الرئيس اتكلم وقال أن في مصر يوجد أكثر من خمسة وخمسين ألف منظمة مجتمع مدني تعمل بأمان وحرية خمسة وخمسين ألف منظمة فلما نقف قدام منظمة أو اتنين ده معناه أن هناك خلل أو تدخل في الشأن الداخلي المصري الدولة التي تسمح بخمسة وخمسين ألف منظمة مجتمع مدني مش ممكن العالم يقفلها وأنا عايز أسأل هو فيه منظمات مجتمع مدني في العالم العربي فين مين بيتكلم على عدم وجود منظمات مجتمع مدني أصلا حقوقية في دول كثيرة جدا كان كلام الرئيس عفتاح السيسي دفاعا عن السيادة المصرية وحق مصر في حفظ أمنها وسلامتها أهلا بكم من جديد طبعا من ضمن الكلمة التي قالت على لسان الرئيس السيسي النهاردة وتحديدا بخصوص منظمات المجتمع المدني الرئيس أكد أنه لا يوجد لدينا منخ شاهد والمطلوب هو الحفاظ على الشعب المصري طبعا زي ما قال خيري في الموضوع والرئيس كمان تكلم في الكلمة بتاعته عن وخصوصا في المؤتمر الصحفي ده عن الإرهاب وذكر أسماء دول تم تدمرها بفعل الإرهاب وأكد أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الشعب المصري من مصير الدول اللي عاشت الإرهاب ده وتأذت منه كانت أحد المحاول الرئيسية أيضا التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه إلى نظيره الفرنسي على أن انتشار بيروس كورونا في المناطق الصحية بمصري يكاده أن يكون منعدما طبعا أما بخصوص الرسومات المسيئة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الرئيس الفرنسي أعرب عن اعتذاره عن نجرسيم المسيئة دي وطالب بعدما اعتبرها استفزاز من حكومته للمسلمين أما بدوره الرئيس السيسي شدت خلال المؤتمر على أنه لا يجب انتهاك القيم الدينية أيا كانت الأسباب من أجل القيم الإنسانية لأن الحريات لا تعني أبدا المساس بالدين أيضا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمدة باريس كان الكلام سيدة فاضلة اتكلم معها عن المشروعات الجديدة أبدت تشوقها ومتابعتها لحجم الإنجازات اللي بتتم تم الحديث عن العاصمة الإدارية وفقامة البناء فيها عن تجديد القاهرة القاهرة الخدوية والقاهرة القديمة كلها وتم الاتفاق على أن يكون هناك تعاون في هذا المجال على علاقات المصرية الفرنسية لها أبعاد أخرى كثيرة تعالوا انتبعها في هذا طبعا خلينا نقول زي ما قال خيري في البداية أنها كانت عبارة عن مناظرة يعني قيم مقابل قيم وتوضيح لكثير ملفات مفتوحة لكن للتعليق على القمة المصرية الفرنسية وما جاء في المؤتمر الصحفي للرئيس السيسي مع رئيس ماكرون معنا على الهاتف الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمحل السياسي دكتور مساء الخير وأهلا بك في حديث القاهرة وتصريحات الرئيس السيسي ورئيس ماكرون معا وربما كانت تصريحات تحدث لأول مرة فكيف رأيته؟ الأول مساء النور ومبروك البرنامج الجديد وأنا رأيت أنه في الحقيقة زي ما در الكلام أنه كان فيه مناظرة أنا أعتقد فيها أنه في القضية الأساسية لو أخذنا يعني كلمات مفتاحية في كله أنه لا يوجد فرنسي مسؤول يعني يقبل بإهانة المسلمين بأي شكل وده يعني تصريح أكد عليه الرئيس ماكرون أيضا الرئيس السيسي أكد بشكل أنه لا يوجد مسلم يقبل بذبح إنسان كنوع من العقوبة الدينية لفعل ما من هنا فإنه الحقيقة إحنا الاثنين سواء إحنا أو فرنسا في معسكر واحد لمواجهة أفكار خاطئة عن الآخر وعن ديانته وعن ما فيه من القيام وأيضا عدم القبول بأنه أحد يذهب إلى كنيفة ويقوم بقتل الناس فيها في فرنسا فهي المعسكر الواحد مهم جدا أنه يطلع من هذا اللقاء لأنه يعني مواجهة مع أفكار خاطئة وموجودة سواء في معسكر الإسلاموفوبيا أو اللي هو معسكر الإرهاب الموجود اللي بيتشح بالدين علشان يقوم بجرائم ضد الإنسانية فوق كده وكده غير المناظرة الحقيقة أن هناك مصالح مشتركة كثيرة جدا بين مصر وفرنسا ليس اليوم إنما تمت مع ماكرون زي ما كانت مع دستان مع ميتراند مع الشراك حتى مع ساركوزي بمعنى أنه العلاقات المصرية الفرنسية القديمة وهي في العاصر اللي احنا فيه كانت دائما في الحقيقة منذ ديجول في أثناء حرب 67 لما أخذ موقف شريف وجعل هناك موقف فرنسي قريب من مصر مع كل الخيادات المصرية والآن مع ماكرون الرئيس السيسي في الحقيقة دكتور عمنا مسعيد مساء الخير مساء النوع النهاردة كان الحوار حوالين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والرئيس تشهد بأن لدينا 55 ألف منظمة توقف العالم الغربي وأوروبا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أمام المنظمات الحقوقية اللي الدولة المصرية أحيانا بتتخذ مواقف عندما تستشعروا أن هناك مخالفة قانونية أو مخالفات مالية متى يمكن أن ينتهي هذا الملف؟ يعني أنا أولا سعيد بكلام السيد الرئيس أنه هو خاد قضية الاستبداد في مصر مواجهة مباشرة بالكلام وبالتوضيح الذي قاله لأنه معنى ما قاله لما يقول أن عندنا تلتين الشعب الماصر من الشباب بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك حكما مطلقا في مصر ولا يمكن أن يكون هناك استبداد لأنه لدينا شباب يعرف جيدا كيف يواجه ذلك كما فعل خلال الفترات قريبة في التاريخ المصري لما أسقط نظاما وأسقط نظام الإخوة المسلمين أيضا فهنا الفكرة الاستبدادية فيها كثير من التجاوز في الحديث عن مصر وعدم إدراك الواقع المصري الموجود أن المجتمع الأهلي كما ذكر الرئيس في 55 ألف منظمة تعمل بهورية كاملة وإنه كنت أتمنى وأرجو أن نعرف جيدا في الحديث مع المؤسسات الغربية أن هناك فارقا كبيرا ما بين التعبير من كل رأي والتحريط ما بين الانسايتمنت وأن حد يقول لا يوجد في مصر حتى عنده مشروع مختلف للتنمية عن المشروع المصري الحالي طرحه يعني هي القضية مش إن واحد ييجي يدور على مسؤول حاجات عشان يحرد الناس على الإحباط أو على خيبة الآمل أو لماذا هذا وفي كل الأحوال فنكون مرتفعين يعني إذا فعلنا وإذا لم نافع ده اسمه تحريط صحيح وأعتقد أنه ليست في وضع المتهم علشان طول وقت نقدر ندافع عن نفسنا ونذكر إن إحنا بنسيب المنظمات تشتغل بحرية لكن أنا هاخد حضرتك لنقطة تانية وهي استغلال الرئيس السيسي للفرصة وإنه دعا لأن تستقنى في مرة تانية وإن مصر اللي وقفت بالشكل ده قدام كورونا ومسجلة أقل عدد من حالات الإصابة في كورونا وتقريبا في الأماكن السياحية زي شرم الشيخ والغرداء زيرو كورونا إن دي دعوة للعالم كلهم ييجي لزيارة مصر مش بس للفرنسيين أعتقد دي كانت لفتة خاصة جدا من الرئيس المصري في المؤتمر النهار ده رأي حضرتك فيها إيه؟ والله رأيي لابتباع المباشر وأرجو أن أكون مخطئا يعني إن الرئيس كان عنده ما يباهي به فرنسا في هذا الشهر لأن الوضع في فرنسا بالنسبة للتعاون مع الكورونا بالنسبة لنا في مصر يعني بأي وفقا لأي من القياس عدد الإضافات في المليون عدد الوطيات إحنا قمنا بدور جيد على مستوى مصر الثلاث وإنه في مناطق نقدر نقول إنها حرة من المرض اللي هي موجودة في المناطق الساحلية اللي تحدث عنها الرئيس السيسي يعني اللي بص على السريب خلايا الرئيس كان يعني عنده بسمة خفيفة في هذا الشأن فيها قدر من المباهات الجهد اللي تعمل في مصر وهم نستحقه عندما نتحدث مع العالم في هذا الموضوع التحديد نعم بشكرك جدا أستاذ دكتور عبد النام سعيد الكاتب والمحلل السياسي منذ قليل أعلن السيد وزير التربية والتعليم دكتور طريق شوئي عن البث التجريبي لإطلاق مدرستنا اثنين احنا عارفين إن تم إطلاق مدرستنا واحد من شوية بس أعلن السيد الوزير عن بث مدرستنا اثنين أيضا أعلن اليوم عن توفير ألف ميجا إنترنت بخمسة جنيه بس لطلاب الصف الأول الثانوي أهلا بحضرتك دكتور طارق احنا بنحييك أولا على الجهود الكبيرة اللي انت عملتها في مجال التعليم وحقات كتير مما التزمت به ولكن دعنا ننظر معك إلى ما هو قادم النهاردة البث التجريب للمدرستنا اثنين ماذا يعني؟ والله احنا كنا يعني عرضين كل الخطة بتاعة السنة دي أمام السيد الرئيس في وحوالي منتصف سبتمبر قبل العام الدراسي وتكلمنا عن عشر مصادر للتعلم سنأتي بها هذا العام ما كانش موجود منها السنة اللي فاتت غير اثنين فأحنا بنقدم الحقيقة كل ما نستطيع زي ما حارتك شايف بنسابق الزمن دراسة فتحت من حوالي شهرين قدمنا فيهم أول مرة نعمل قناتين النهاردة السواداء من ربع ساعة الحقيقة أطلقنا القناة التانية وده جهد هائل الحقيقة القناة الأولى طلعت يوم 18 أكتوبر دي بيسميها مدرستنا واحد هي بتغطي من ربع ابتدائي للإعدادية بشكل متناسب مع المرحلة العمرية تبقى حصص مباشرة كأنها المدرسة فعلا يعني جدول المدرسة بيتعامل في التلفزيون من أفضل المعلمين شرح مباشر من ربع ابتدائي للإعدادية دول ست سنوات كل سنة فيها 7 أو 8 مواد فطبعا حضرتك لك أن تتخيل عدد الفيديوهات اللي بتتعمل النهاردة بنضيف قناة 2 بقى مدرستنا 2 دي مختلفة دي بتستهدف فئتين المرحلة السنوية من أولى لتلتة سنوي وبتستهدف أولياء أمور الأطفال اللي في أولى لتلتة بتدائي وده في حد ذاته فلسفة جديدة لأن من أولى لتلتة بتدائي ده نظام التعليم الجديد وهنا إحنا عارفين المرحلة العمرية دي محتاجة إشراف من معلم أولي الأمر حسب الظروف يعني المعلم لو في الفصل معادة للمعلم بيقوله يتعامل مع الموضوع إزاي لو الولاد في البيت بنوجه القناة الجزء ده من القناة الأولية الأمور عشان يلعبوا دور المعلم في البيت شرفوا على الولاد من جزء بتاع السنوي ده منتظرين وطبعا طلبة سنوي هنا بقى مش بندي حصص مباشرة لأن بتاع السنوي عندهم حاجات تانية عندهم مصادر أخرى بنوريهم إزاي يذكروا من المنصات المختلفة وإزاي يتألفوا مع شكل الامتحانات الجديد فدول الفرق بين المحطتين وسعداء جدا حقيقة بين القناة دي طلعت من دعاق بعد جهد كبير جدا جدا وبنبنيها طبعا وإحنا ماشيين لأن إحنا بنستجيب الجائحة وبنحاول نعمل حاجات بالحجم ده في زمن قصير جدا صحيح الخطوات سريعة جدا جدا ويمكن ده حجم الإنجاز اللي كنت حضرتك بدأت تحكي عنه من 2018 يمكن أعلنت عن الخطة كلها معالي الوزير في تطوير منظومة التعليم وخطتها وقلت إن 2020 2021 تقريبا هنبقى في إلغاء لمنظومة السنوية العامة أو لموضوع السنوية العامة وحنقضي على 50% من المشكلات الحالية للتعليم يعني تقدر حضرتك تقول دلوقتي حققت قد إيه من اللي قلته في 2018 وماشيين تبع الخطة اللي حضرتك أعلنتها يا فندم إحنا ماشيين يعني بالمصدرة وقد نكون ماشيين أسرع لأنه وجود جائحة كورونا من مارس اللي فات ضغطنا جدا إن إحنا نجتهد ونسرع بإتاحة التعليم للولاد حتى لو كانوا في البيت وعشان كده من مارس اللي فات لحد يونيا الحقيقة طلقنا حاجات كتير جدا ما كانش موجودة إحنا كان عندنا بس منصة إدارة التعلم اللي فيها مواد رقمية لسنو لمرحلة سنو لأ إحنا كنا مهتمين ببقية الأعمار فعملنا منصة اسمها ذاكر اللي هي study.eqb.eg دي عليها مناهج من KG1 للسنوية العامة مناهج رقمية متنوعة من أول أفلام لشرح الفيديوهات بشكل شتى الأشكال والألوان لأربعتاشر سنة دراسية دي تواجدت في مارس تسعتاشر وبنبني عليها منذ هذا الحين وعملنا بس مباشر على الإنترنت اللي يقدر يشوفه بالتوازي مع دي كل ده حصل في مارس وإبريل اللي فاته وأتقننا موضوع الامتحانات الإلكترونية بحيث قدرنا نوصلها للولاد في البيوت في مصر كلها وأبنائنا خارج مصر وصلنا على الأبنائنا في إيطاليا وفي الكويت في سولي فده صرع التطوير التكنولوجي بشكل كبير جدا بإننا كنا مضغوطين وعملنا منصة إدمودو للفصول الافتراضية فالأربع منصات دول ابتدوا بسبب الجائحة ودلوقتي بنستثمر بقى في هذا نضجوا كثيرا ففي العام الدراسي اللي احنا فيه لو عشرين واحد وعشرين بقى بالإضافة للقنوات التعليمية احنا عاملين القنوات التعليمية عشان نوصل لكل طالب في مصر هي بسبب جاذبية مع علي الوزير بعتذر عن المقاطع لأن حضرتك عارف أن غالبا يعني البرامج التعليمية ما كانتش تبقى جذابة قوي للطلب أو الطالبات لما كانت بتعرض زمان فهل تم المرعات ده؟ اه طبعا حضرتك لو يعني بدعوكم الحقيقة تتفرجوا عليها هي مدرستنا واحد واثنين احنا حطين على السوشال ميديا التردد بتاعهم وكل المعلومات اللي ناس تقدر توصل لهم بها ياريت بس نشوفها حتى أولياء الأمور والولاد لا أنا عشان كده قلت قنوات جديدة جيد تتعامل من أفضل مدرسين بإشراف الوزارة مباشرة في استوديوهات يعني حديثة جدا بنستخدم الشاشات والإنترنت وبنك المعرفة هتشوفوا حاجة جديدة أكيد هتبقى حاجة عظيمة سيادة الوزير يعني هل هناك أمل سيادة الوزير هل هناك أمل أن احنا نستفيد أيضا وتبقى فيه برامج ترفيهية برامج توعوية على هذه القنوات وده اللي حاصل يا أستاذ خيري على القناة الجديدة اللي اتفتعت النهار القناة الأولى فيها الحصص بس دي طبعا حجم هائل منها الحصص القناة التانية بقى فيها حصص وبرامج وفيها حاجات عن بتبس تتكلم عن القيم والأخلاق والأوية بتستخدم الـ Air Time أو الوقت بتاع التلفزيون في المحطتين دلوقتي جزء تربوي وجزء تعليمي وفيه حتى تلتها تيجي طريبا للتعليم الثاني عشان يكون ثلاثة وبس أحب أقول أن دول على الساتيلايت على الأمر الصناعي وأرضي علشان نوصل لأي نقطة في مصر مهما كان قدرات الطالب عنده إنترنت أو ما عندهش معالي الوزير حالتك قلت ماشيين بالمصطرة وفعلا ماشيين بالمصطرة لأن الأشياء برضو لأكدت عليها إزاي ممكن نرجع الطفل المصري والطالب المصري للمصاري الصحيح الموضوع ما هواش تلقين الموضوع هو تربية وتعليم وتوعية وإن الطفل يكون فاهم كل شيء في مراحله التعليمية المختلف أنا طبعا عندي سؤال مختلف 2013 إحنا كنا المركز الأخير في التصنيف العالمي للتعليم 2018 طلعنا شوية بقينا 100 حاجة و30 على ما تذكر 32 هل تعتقد حضرتك مع الخطوات دي تصنيفنا في الترتيب العالمي للتعليم يعني أصبح في مركز يعني متقدم لا احنا دلوقتي في المنطقة الدافئة احنا طلعنا حوالي حاجة و40 مركز في الثلاث سنين دول وبعد جائحة كورونا موقف مصر كدولة في عين دول العالم اختلف تماما احنا من أول ثلاث دول مصنفة في حسن التعامل مع إدارة جائحة كورونا تعليميا وبالتالي البنك الدولي والمنظمات الكبرى بتدعو الدول الأعضاء أنها تحزو حزو مصنفة ده على مستوى العالم سيدة الوزير؟ آه طبعا ده على مستوى العالم بشهادة جميع المنظمات الدولية وده مش كلامي ده كلام البنك الدولي كلام اليونساف كلام الاوي سي دي كلهم بيشيروا لمصر على أن دي تجربة المنصات اللي بقول حريتك عليها الحقيقة آه ملهاش مثيل في هذه الدول لما بيطلبوا مننا كل دول أفريقية طالبة مننا تعاون في القنوات أو في المناهج أو يعني أنا قلت حريتك عندنا عشر منصات لو حريتك بس أرصصهم بس عشان نعرف عندنا إيه؟ عندنا تلات قنوات تعليمية لإنجاز هيبقى فيه مكتبة رهيبة من الفيديوهات وكلها بديوهات يبتتحط على يوتيوب كمان وعندنا منصة إدارة تعلم لسانوي من أولى لتالتة سانوي محتوط آه محتوى رقمي لكل درس في كل مادة للتلات سانوات دول دي مكتبة آه يعني جميلة جدا جدا ومكتبة ستادي اللي هي معمولة لكل السانوات فيها نفس الأشياء من الاربعتاشر سنة وبعدين عندنا ستريمينج أو بس مباشر يومي طالع من الوزارة بالتوازي مع القنوات وآه فتحنا من تلات أيام حاجة اسمها مكتبة الحصص الإلكترونية آه حصص دوت مصر آه دي فيها مراجعات مستوها أعلى كمان للمرحلة الثانوية والشهادة الإعدادية وبعدين عندنا إدموده اللي هو الفصول الإفتراضية هيشتغل بعد عشرة أيام هوشتغل السنة الفاتت بس بنحدث بياناته آه دول الحاجات اللي موجودة وإحنا بنتكلم معالي الوزير يعني حضرتكو عملتو اللي عليكو ومازلتو بتعملوه لكن أكيد في المقابل الدور مش من جهة واحدة بس يعني الوزارة بتعمل اللي عليها كل الناس اللي بتشتغل تحت قيادة الوزارة هي كمان بتعمل اللي عليها والحجم الإنجاز وسرعته واضح جدا لكن لو قلنا أن على الجانب التاني في المواطن والأسر حضرتك أكيد محتاج أنه هم يشتغلوا معاكم إيد لإيد علشان كل المنظومة دي تنجح وتعلى بمستوى التعليم في مصر تحب تقولهم إياه؟ خاصة في مواجهة جروبات المامز كمان لا والله هو فيه تقبل كبير وتفاهم أكبر في القوينة الأخيرة اللي بنعمله ومش كامل بس فيه أنا أقول لحضرتك رقم إيجابي ساعدنا يعني أنه من فبراير 19 لنوفمبر 20 اللي احنا فيه عدد المشاهدات على منصة التعلم في السنوي فقط نعم تلتمية واربعين مليون واو ده رقم كبير جدا جدا الأرقام ما بتجذبش وعدد المشاهدات في منصة التعلم التانية اللي هي لكل المراحل ماتين أربعة وخمسين مليون بقصدي ثقافة إن إحنا نروح نبحث عن المعلومة في المكان الصح ابتدت فعلا تتوجد ممكن الأرقام دي تعلى بس الأرقام دي من ثلاث سنين ده تغير في الثقافة ده تغير كبير تغير كبير جدا آه في أصوات بتعترضوا بتزقوا بتحاربوا ولكن تلتمية واربعين مليون مشاهدة لمنصة ثانوي ده مش رقم يعني صغير وماتين وخمسين وكسور مليون مشاهدة لمنصة ذاكر القنوات التليفزيونية عليها إقبال هائل ففيه طبعا تغيير والتغيير الأكبر فإنه هو إن الطالب ابتدى يتحمل جزء كبير من مسؤولية تعلمه ما بقاش سلبي يعني في حاجة اسمها ستودينت بقى متفاعل هو كان زمان بيعد مستفلم يا أما للمعلم صحيح إنما دلوقتي الكورونا خلتنا كلنا نبذل بقى مجهود نروح لها فلما عملنا الأبحاث السنة اللي فاتت جالنا خمستاشر مليون بحث بيعملوا أطفال من تلتة ابتدائي فطبعا فيه تغيير إيجابي كبير جدا بس زي ما حضرتك قلتي برضو الرحلة دي احنا تكلمنا عليها سنة ستاشر وقلنا دي يا جماعة هتاخد اتناشر سنة منمم عشان نظام التعليم الجديد اللي بتبني من تحت يوصل لآخر الخط ودلوقتي وصلنا لتالتة ابتدائي بالمناهج الجديدة وبنخلص مناهج ربع لستة مع بعض فهيبقى فيه تغيير كبير وزي ما حضرتك قلتي برضو السنوية العامة القديمة انتهت والسنوية اللي جاية مختلفة قلبا وقالبا طيب وإحنا بنحييك سيادة الوزير عندي سؤال ورجاء السؤال هو في جائحة كورونا والروعب اللي عنده الأسر المصرية هل متصور مع زيادة النسب الآن احنا عندنا بلان بي مثلا وبلان سي هل وارد فيه أي مخطط للإغلاق ولا ده مش وارد والمدارس هتكمل والامتحانات هتتم في مواعدها وكل شيء احنا لحد اللحظة اللي بيتكلم بها تندم المدارس شغالة وما فيش نية للإغلاق في التوحيط اللي احنا بيتكلم فيه طبعا أي قرار إغلاق زي ما قلت كثيرا ده قرار دولة مش قرار ما احنا بقى ده قرار إدارة اللجنة العلية لإدارة الأزمة بتاعة كورونا برئاسة دولة رئيس الوزراء وفيه طبعا كل أهل الطب يعني إنما في المرحلة دي ما فيش كلام ده خاص مدارس مدارس أبحاث أمريكا أو لا 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 خاص كمان الامتحانات النقل في نصف السنة في مواعدها والامتحانات الإلكترونية التجريبية في مواعدها ولازم كلنا نبقى عاوزين كده مش عاوزين العكس إحنا حتى لو قعدنا في البيت خطة بي هي إنه كل المحتوى موجود على القنوات وعلى المنصات إسل عملية التعليمية ما تقفش إنما مش هنقدر نعمل الأبحاث أو امتحانات في البيت لأنه ده ما بيبقاش تقييم عادل فلازم التقييم هيحصل في لجانة على الأرض في سنوات النقل إن شاء الله في مواعدها لحد اللحظة دي فاشتغير خاص طيب الرجاء هو سيادة الوزير بما لنا من عشب يعني نطمع في إن احنا نصحب حضرتك في رحلة في زيارة ويريد تكون إلى مدرستك القديمة المدرستك الأولى في المراحل التعليمية إلا يا ده يسعد لي جدا وإن شاء الله يرفعه راسنا وتشوف حاجك وإيسك كمان طيب تمام بإذن الله مشكورة جدا سيادة الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم رجل نشط جدا ملتزم بخطته لا يلتفت تماما إلى أي انتقادات أو محاولات عرقلة خطته واضحة فإحنا لازم نحيي صحيح يعني أنا الحقيقة إحنا كلنا منشكر كل حد بيحط خطة علشان ينفذها كما ينبغي أن تكون لأن مصر محتاجة لأنه كلنا نكون إيد واحدة وده طبعا مش بس من الوزرات والجهات المعنية لكن كمان من بيوتنا وأعتقد كلنا محتاجين في الفترة دي تحديدا وإحنا بنواجه كل الصعاب دي داخليا وخارجيا أن إحنا نكون إيد واحدة وأهم شيء التعليم والصحة طبعا بيقولوا لو للشائعات ريحة كنا قلنا محلولة لكن الشائعات لها أجنحة ما بيكسرهاش غير الحقيقة والشائعة ومجنحات مكسورة أن الإعفاء الضريبي على المستثمرين بسبب كورونا اتلغى دي إشاعة طلعت لكن الحقيقة إيه؟ الحقيقة مختلفة تماما لأن الدولة تجاوزت عن 6 و 5 من 10 مليار جنيه مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة حتى يوم 18 نوبمبر اللي فات علشان تبني الثقة مع الممولين والمستثمرين واتطمنهم طبعا أنهم شركاء في التنمية وعلشان مناخ الاستثمار في مصر محتاج حد يحفزه الرقم ده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أعلنوا في بيان بيرد فيه على شائعات بأن الدولة أوقفت الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين بسبب أزمة كورونا والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية نفوا هما الاتنين الشائعة دي تماما وقالوا أن فيه 46.475 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات دي طب يا تارى لو لا برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يمكن أن الدولة المصرية أنها تتجاوز عن كل الأرقام دي 6.5 مليار جنيه رقم مش قليل أبد طب إيه اللي كان ممكن يحصل لو ما كانش مصر طبقت برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل الكورونا طبعا دي مش أسئلة بسيطة ومش أي حد ممكن يجاوب عليها علشان كده فريق حديث القاهرة سأل وزير المالية السؤال ده تعالوا نشوف ونسمع رده كان إيه لو لا الإصلاح الاقتصادي ما كانش هيبقى عندك عملة صعبة تجيب الأمح ما كانش هيبقى عندك عملة صعبة تجيب الأدوية والمستلزمات الطبية اللي أنت عاوسة السوري دي لو لا الإصلاح الاقتصادي ما كانش هيبقى عندك عملة صعبة تجيب المواد البتولية داني بقولك في العملة الصعبة واخد بالك إنما لأنك كنت عملة إصلاح اقتصادي وكان عندك 46 مليار دولار واخد بالك وكان عندك قليات وموزنة بتخفض عجزها وعندها إرادات بتانمو كلام ده كله هو ده اللي ساعدك عشان أنا عملت ده وعندي فائد فبقدر أستخدم الفائد ده وهو الفائد يعني ممكن الناس تشوفوا فلوس الفائد قدرة على الاقتصاد أنه هو يتعامل مع زي الأزمة في كل مجالاتها يعني لو ما كانش فيه إمكانيات وقدرات أكيد كنت ممكن أقول إيه والله أنا مش هقدر أصرف الخمس علوات أنا مش هقدر أدي زيادات للمعاشات أنا مش هقدر أزود المرتبات أنا مش هقدر أخفض الضرائب بتاعت الدخل ورفع حد الأفاء الضريبة أنا مش هقدر أدي فلوس للمصدرين إحنا تاني أفضل دولة في العالم من حيث نتج المحل الإجمالي نتج المحل الإجمالي ده معناه إيه؟ معناه اقتصاد بيجيب إراد يعني أنا النهاردة لما أجي أقولك والله ده أنا في خلال الأربعة تشهر الماضيين أنا عامل نمو خمستاشر ونصف المئة في إرادات الدولة العالم برا بيعمل إيه؟ العكس الإراداته بتقل عن السنفات بالخمستاشر ونصف المئة مثلا يعني طيب طالما إراداته بتقل هيصرف من إيه؟ إنما أو يصرف بقى بالدين وكده لكن الحمد لله إراداتنا زي ده حصيلة الضرائب الحمد لله أحسن ده اللي بيمكننا ويساعدنا لما سيادة الرئيس قال إيه؟ شوفوا نعمل إيه للمعلمين طلعنا بمبادرة بستة وستة من عشرة مليار قبلها شوفوا نعمل إيه لأعضاء المهن الطبية وكده طلعنا بمجموعة حاجات عدت تلاتة مليار خففنا ضرائب كسب العمل ورفعنا حد العفاء الضريبي بأكتر من خمسة ونص مليار المعاشات والمرتبات زايدة مجموعة بمية وستة مليار فكل الكلام ده ما ممكن كنت تعمليه لو لأنك انت عملت إصلاح الإصلاح ده اديك مساحة في إرادات لأنه لو ما كنتش عملت كده كنت هتلاقي إيه هتلاقي إراداتك السنة دي أقل من السنة اللي فاتت لأنه في خطاعات في الاقتصاد ما بتقديش ما بتجيبلكش إرادات فعاوز أقول لك ده لازم يكون في ذهننا كلنا إحنا ربنا كرمنا بإن عملنا الإصلاح الاقتصادي اللي هو كان متعب وتعبنا كلنا إنما في ظرف اللي إحنا مرنا بيه ده لأ بصي على يعني قرن نفسك بالدول التانية ومشان اللي بقول ارجعوا للنشر وصندوق النقد الدولي تقديراته للاقتصاديات في العالم كلها وشوفوا كاتب إيه عن مصر ارجعوا لي مؤسسات التصنيف الدولية وكاتب إيه عن مصر ارجعوا وشوفوا لي المستثمرين الأجانب وشوفوا بيقول إيه عن مصر شكرا دكتور محمود المعيد وزير الملئ محمود الكومي دكتور شاب في طنطا في الأقليم اللي دايما ما بناخدش بالهم بلنا منهم ودايما مركزين في المنطقة المركزية في القاهرة في الجيزة اسكندرية هذا الدكتور بيشارك بطريقته في معركة كرون وبيشارك بشيء مهم جدا بيقدم لنا كيرة وما أدراكم ما كيرة كيرة ممكن تحل مشاكل كتير جدا نشوف كيرة ونرجع نتكلم اسم أحمود الكومي مهندس متخصص في الميكاترونيكس بدأت إن أنا أعمل حاجة تفيد البشرية عموما في جائحة جائحة كورونا إن أنا أعمل ميديكال كير روبوت أو روبوت رعاية صحية عموما كان أول فكرة في العالم للروبوت ياخد مساحات البي سي آر وده الإدى لي إعجاب عالمي أو خلف الأمم المتحدة إنها تشيد بحاجة زي كده تم أخذ المساحة بيقدر إن هو يعمل الفحصات الطبية أو الفحصات السريرية بنفس دقة الطبيب تقريبا بيقيس درجة الحرارة من على بعد أكتر من خمسة متر درجة حرارتك طبيعية كمان هو بيدي لي إنستراكشنز أو إنستراكشنز صوتية للحاجة دي يرجى ارتداء الكمامة شكرا طبعا بيقدر إن هو يستخدمه في المعدد بتاعت المستشفى إن هو يقدر يعمل أشياءات إيكوا أو كسرية يقدر يأخذ مساحات دم يقدر يأخذ المساحة البي سي آر يقدر إن هو يسل الوظائف الحيوية للمريض تقريبا نفس بيحمي المريض أو الطبيب ما بيعرضوش بنسبة الخطر بنسبة 90% أو بيفصلوا عن المريض بنسبة 90% الروبوت بقدر تحكم فيه من أي مكان في العالم وقدر يشتغل أوتوماتيكلي أو أوتونماس أو من خلال تحكم سليف عند مستر من خلال الطبيب بالرغم من قلة الإمكانات الروبوت وبالرغم من تمويل شخصي واستخدمت كمان منتجات محلية أو منتجات من السوق المحلي مقدرش إن أنا أستطورت أي حاجة من بره فطبعا محتاج الدعم في فيرجان فور ومحتاج الدعم للماس بوردكشن محتاج إن الموضوع يتعمل في كل المستشفيات أنا بهديل البشرية ونفسي يكون المصر أو يكون طالع من مصر إهداء لكل البشرية زي ما عملنا قناة السويس وخلناها إهداء لكل العام مين فيكم مش فخور زينا بمحمود الكومي وبإن هو قدم حل عملي زي ده بمنتجات كلها محلية وكلها موجودة حوالينا مين فينا مش فخور بإن إحنا عندنا عقول مصرية وعية ولو تفتكروا مبارح خيري لما كان بيتكلم مع دكتور محمد عوات تاج الدين قال ليه كمية الإصابات المهولة دي في جيشنا الأبيض والدكترة ويمكن كانوا الإجابة اللي إحنا سمعناها أن هما أكتر ناس معرضين بشكل مكسف لأن هما يتعاملوا مع الفيروس الموضوع يعني أعتقد وحل سحري للأزمة اللي إحنا حكينا عليها مبارح مع دكتور محمد عوات تاج الدين لكن دلوقتي حنشوف هيكون مصير كيرة إيه من خلال الأستاذ محمد بكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي اللي بينرحب بيه معانا في حديث القاهرة يا مساء الخير يا أستاذ محمد مساء النور يا فهم مساء حبتك يعني أهلا بيك ونورتنا في حديث القاهرة وإحنا بنقول إن حديث الناس حيكون كيرة العقلية المصرية اللي ابتكرت كيرة علشان تكون بالنسبة لنا يعني حامي ضد كورونا وخصوصا للأطباء يا طرح هتتعاملوا مع الاختراع ده إزاي فاند؟ احنا الحقيقة تواصلنا مع البشوانت محمود وإن شاء الله هو بكرة حيكون في مركز نظم المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربي حيقابل عدد من الدكاترة المتخصصين شوية في مجال الروبوت والتطوير اللي بيحصل في مركز النظم هو مركز النظم يعني شيء أو مكيان متخصص في التطوير وتطوير الأبحاث تابع لوزارة الإنتاج الحربي فان شاء الله هيكون بكرة اللقاء الساعة 12 ما بينه وبين عدد من المتخصصين في المركز وان شاء الله نوصل لإن إحنا يعني يكون فيه تعاون ما بيننا وما بينه وده حقيقة نهج وزارة الإنتاج الحربي واخدام الفترة إن هي بتفتح كل مصانعها وكل وحدتها لأي شاب عنده فكرة تقدر تتاعد في التطوير أو يعني تتاعد مش بس في كورونا في أي مجال يعني نقدر نساعد في ده خدر جميل ده كلام عظيم جدا بنحييكم عليها دكتور وأملنا كبير في وزارة الإنتاج الحربي اللي دايما بتدعم مثل هذه المبادرات ونتمنى أن يكون عندنا فرصة إن احنا نتابع معاكم بكرة ونحضر ولو فيه أي مراحل تصنيع نكون سعداء إن احنا أول ما نزوفوا الخبر إن وزارة الإنتاج الحربي اتبنت وستنتج هذا المشروع العظيم بكل تأكيد يا أشهد خيري وخليني يعني أحي حضرتك وإن شاء الله عودة كريمة لنورة الشاشة ربنا أكيد وإن شاء الله يعني حيكون فيه متابعة دقيقة ما بيننا وما بينكم إيه اللي حيحصل إحنا بكرة حيكون أول لقاء ما بين البشمهندس وعدد من الدكاترة زي ما ذكرت بمجرد ما يتم وضع آلية للتعامل مع المشروع بإذن الله يعني يكون فيه تصوير داخل سواء مركز النظم سواء المصنع اللي هيتم التعامل معاه في حالة إن شاء الله يكون فيه مخرجات جيدة من التعامل طبعا حيكون ما أسعدنا وما أسعد الشعب المصري كله إن شاب مصري يخترع شيء وإحنا اللي نعمله خط إنتاج ومش بس نوزعه داخليا علشان نحقق بأقصى استفادة ممكنة كمان ممكن يتوزع خارجيا إحنا بنشكرك جدا أستاذ محمد برق المتحدث الرسمي بإسم مزارة الإنتاج الحربي شكرا جزيلا على كل مجهوداتكم وعلى تبنيكم المبتكرين المصريين هي دي مصر اللي بحبها هي دي مصر الحلوة اللي هي عندك حد بيبدأ وإيد الدولة تتمدى علشان تقوله تعالى فده يشجع كل واحد بيحلم إن حيلاقي ييد بتتمدله وتقوله تعالى بدل ما كان بيصرخ في الوادي ويجيله إحباط هيحس إن الدولة وقفة وإحنا بنستنى مصر محتاجة شبابها ومحتاجة مبدعيها ومبتكريها وبدل كمان ما كانوا يأم يجيلهم إحباط يأم يسافروا وخلينا نقول إن كتير جدا من عقلنا المبتكرة الناجحة جدا للأسف خرجت برة حدود مصر واتغربت لإنها ما لقيتش الفرصة ولا الإيد اللي بتتمدل لخير دي والعين هتلاقيها بالله طبعا يعني مصر اللي جاية بترعى ولادها وأكيد بتضمهم علشان مايروحوش في أي مكان تاني ومصر اللي جاية هتبقى بلتعصب وحتبقى أجمل وحتبقى كرة أفضل والأهل يقول الزمالك مبروك والزمالك يقول للأهل مبروك وده الخبر الجميل اللي أسعدني جدا جدا النهاردة مكالمة تليفونية من المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك بعد اخناقات وصرع وكلام تافي وحرب على لعبة احنا بنلعب كرة علشان نستمتع بنلعب كرة برجلينا علشان الجمهور شوية السسبنس والتحفيل على بعض بأدب ونقابل بعض بالأحضان وندحك مش عشان نتخانق ونبقى أقصاد بعض وعصبه أقصاد عصبه ده احنا أخوات ده البيت الواحد أهل وزمالك النهاردة المستشار أحمد البكري اتصل كان مع وزير الشباب ورياضة واتصل بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الآن تصل بيه؟ تصل بيه عشان يهنئه على الفوز بالبطولات السلاسة الدوري وكأس إفريقيا اللي كان في مواجهة الزمالك والكاس هذا الشعور العظيم أنا بحيي إدارة الزمالك اللجنة التي تدير نادي الزمالك هذا تصرف راقي جدا يليق بنادي الزمالك نادي الزمالك صاحب التاريخ الكبير وشريك الأهل في صناعة الجماهيرية والاستمتاع فهذا تصرف نحن نحيي ونأمل أن يستمر الجزء الثاني أنا كلمت سيد العميد محمد مورجان رئيس الموديل التنفيذي للنادي الأهل وسألته تأكدت أن العلاقات طيبة وهناك اتصالات طيبة والتقيت الراجل عنده روح جميلة كده وبعدين بقوله تاب أنتوا هتعملوا قفل الاحتفالية بكاس إفريقيا فقال لي إحنا قررنا وبنتخذ إجراءاتنا إن إحنا نعزم كل مجالس إدارات أندية الكرة المصرية وعلى رأسها الزمالك عندهم مشكلة واحدة دلوقتي بيناقشوها مع المؤسسة الرائية لنادي الأهلي العدد علشان كورونا هم عايزين اللجنة الرائية المؤسسة الرائية طلبة ما يزيدش العدد عن 150 وطبعا ده رقم إليل جدا لو عزمت رؤساء الأندية بس أو هيئاتهم أو المجالس العدد خلص وفيه ناس كتير وشخصيات عامة كتير عايزة تحتفل فقال لي إحنا بندعو الزمالك لأن ده بطولة المصر كان خدوا الزمالك كنا حنحتفل ده بطولة إفريقية خدناها من إفريقيا خدوا الأهلي الزمالك يحتفل معنا إيه المانا؟ هدي الروح التي يجب أن تستمر صحيح ويا دي الروح اللي تيق بالرياضة المصرية وعلى فكرة هي دي الروح الرياضية للمفترض تكون موجودة جدا ونزرعها في أولادنا من هم صغيرين فلما الكبار يتفقوا على إن هم يعملوا ده فأنا أعتقد شوية شوية ممكن يتلغي التعصب نشجع نشجع بحمية وخصوصا زي خيري ما بيعمل لكن بلا تعصب الروح الرياضية وندعم بعض وخصوصا في المواجهات الخارجية إذا كان في مواجهات لنا كمصر وكمنتخب مصر سواء إفريقيا أو دوليا أكيد كلنا محتاجين نكون فيها إيد واحدة وإن شاء الله تكون بداية خطوة خير لمصالحات بين كل الأندية الرياضية اللي بتبقى وقفة قدام بعضها يا خيري طيب موقع فوتبول داتا بيز نشر ترتيب الأندية في العالم الأهلي من مصر بيحتل المرتبة 38 هذا هو الموقع الزمالك في الموقع 153 طبعا بايرن ميونت هو الأول لفربولي الثاني باريس سان جيرمان الثالث الكلام دا يعني أنه لو في قيمة بأفضل ألف نادي في العالم فالأهلي والزمالك منهم ولو في قيمة 150 فالأهلي منهم ولو أفضل 100 الأهلي منهم لو أفضل 50 ولو 50 حتى ولو 40 حتى أنت حتعدهم لي الأهلي منهم الأهلي طول عمره في مرتبة متقدمة جدا وعايز أقول لكم أن الأهلي هو الأول إفريقيا والأول عربيا هو الأول إفريقيا ثم يليه فريق الترجي التونسي ثم يليه فريق مازين بلكنغولي ثم يليه فريق الزمالك ويأتي الوافد الجديد فريق برامز في المركز الخمسة وعشرين وأعتقد دي كلها أخبار جميلة جدا عن الكورة وده دليل على أن إحنا في الرياضة كمان بنتقدم والروح الرياضية محتاجينها جدا دلوقتي لأن خيري قال لو رحنا 50 لو رحنا 40 لو 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 الأهلي يمكن أكبر النجاحات اللي عملها هي في قلوب كل متابعي على مدار السنين زي ما عمل كمان الأندية الكبرى التانية جدا من الأهلي ليه لحديث كريمة كريمة في حديث القاهرة هنشوف كريمة وهي بتلون بعد بس ما نطلع فاصل ونرجع تاني هنشوف كريمة عود في قصة مجموعة من الشباب اللي زي الورد والبنات والبنات أيوة لو سمحت كانوا البنات أكتر من الولاد أجمل كائنات لا هما أجمل كائنات حد ده نظرة في وش البنت جميلة يلا بينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر